اشتركوا في القناة المملكة البحرين حيث رحب رئيس مجلس النواب الحضور المشاركين في افتتاح برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية معربا عن تشرف مجلس النواب بان يكون جزءا فاعلا ضمن فريق البحرين في تحقيق اهداف السياسة الخارجية لمملكة البحرين واكد معالي ان العلاقة التكاملية بين الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية والحرص المشترك على وحدة الرؤية والهدف من شأنها تحقيق الانجازات الدبلوماسية لمملكة البحرين بكل كفاءة وتميز من جانبه اكد وزير الخارجية ان تتشين برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية يجسد التعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب في اطار تعزيز التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية واكد سعادة الوزير ان تتشين النسخة الثانية من البرنامج خطوة ايجابية مهمة في سبيل تكريس دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي مؤكدا اهمية بدء هذه الدورة في الدبلوماسية البرلمانية بحماس وتصميم وايمان لا يتزعزع بقدراتنا ترسيخا لمبادئ الدبلوماسية واهميتها في تحقيق اهدف السياسة الخارجية لمملكة البحرين انطلق برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية والذي يأتي بالتزامن مع اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين حيث يسعى البرنامج للوصول الى اداء دبلوماسي برلماني فاعل ومؤثر وإيجابي على كافة الصعود اطلقنا هذا البرنامج بتعاون مع اكاديمية محمد بن مبارك لغسط ان تزويد اصحاب السعادة النواب بالقدر الكامل والكافي من المعلومات اللي تفيدهم فيه من خلال مناقشاتهم في الداخل او في الخارج من خلال مشاركاتهم في الاتحادات الدولية او الاتحادات الاقليمية مواضيع متنوعة ومحددة تعقس الدور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية وسعيها الدائم لتحقيق اهدف السياسة الخارجية الحكيمة لمملكة البحرين وتعزيز مكانتها عالميا في هذا الشأن البحرين الدبلوماسية هي من اهم المقومات الاساسية في العلاقات الدولية اللي احنا نشوفها في اليوم الحاضر وهي الركيزة الاساسية في احتواء العديد من الموضوعات والمشاكل الموجودة طبعا هذه الدورات الموجودة اليوم من كبار الاشخاص المتحدثين وهذه الشخصيات اللي لديها العديد من الخبرات المتراكمة اللي بيوصلونها لنا في وقت وجيز من حيث احنا كسطلة الشريعية وخوصا احنا كلجنة خارجية نعنى بالامور الدبلوماسية والسياسية بالنسبة لي هذا البرنامج يعطيني المهارات ويعطيني القواعد الاساسية للتعامل الخارجي اليوم احنا نمثل البحرين الدبلوماسيا اليوم هناك وفود خارجية تأتي الى البحرين لتتناقش عن جميع المحاور الاقتصادية والسياسية وحقوق الانسان يأتي تدشين النسخة الثانية من برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية ليؤكد على اهمية التعاون بين وزارة الخارجية ومجلس النواب باعتباره خطوة ايجابية ومهمة في سبيل تكريس دور الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستوى الدولي وتحقيق المصالح العليا للمملكة وتقوية العلاقات الاستراتيجية لمملكة البحرين مع كافة الدول يكتسب برنامج الدبلوماسية البرلمانية النيابية في نسخته الثانية اهمية كبيرة في تعزيز المعرفة بالشأن الدبلوماسي لدى السادة النواب يقدمه نخبة من السفراء والمختصين في هذا الشأن ليقدموا من خلال البرنامج ما يمتلكونه من مخزون معرفي وتجارب قيمة في هذا المجال خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر